التساع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن صمود الشعب المصري خلال سنوات العشر الماضية سيظل محلا للدراسة وإن إرادته الصلبة هي التي حاولت مصر من دولة يتهددها لاغتطال الأهلي إلى دولة متماسكة وأضف رئيس السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى 30 من يونيو أن الاستقرار والأمن الذي تنعم به مصر دفع ثمنه الشعب المصري وأبطال القوات المسلحة والشرطة وأكد رئيس السيسي أن تلك التضحيات لا يليق بها سوى الانتصار بالمضي قدما على طريق التنمية والبناء وصولا لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة وجدد الرئيس السيسي العهد على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها وأن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية علامة الطريق أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله حرص الدولة على تعزيز الشمول المالي ودعم صغار المزارعين وتمكين المرأة بالمناطق الريفية جاء ذلك خلال إلقاء محافظ المركزي كلمة مصر خلال فعليات الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بروما كما بحث محافظ المركزي مع الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ساندي مكين الشراكة المسمرة بين الجانبين حيث أكدت مكين اعتزازها بدور مصر في دعم عمل البرنامج خاصة في ظل الأزمات غير المسبوقة بالمنطقة هذا واعتمد المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي استراتيجية العمل مع مصر بقيمة 431 مليون دولار خلال خمس سنوات يوصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجامرات بمشعر منا في ثالث أيام التشريق فيما أدى المتعجلون منهم طوف الوداع ويعتبر هذا هو آخر مناسك الحج ليغادر الحجاج المتعجلون مكة المكرمة هذا وتبدأ الدولة في إطلاق قسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن وحتى الثاني عشر من يوليو أعربت كل من بريطانيا وستراليا وكندا في بيان مشترك عن قلقها الشديد من موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء وحدات استثنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة ومن استمرار دائرة العنف وجاء في البيان المشترك أن التوسع المستمر في المستوطنات الإسرائيلية يشكل عقبة أمام السلام ويؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض ودعت الدول الثلاثة الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه القرارات أصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداء للمستوطنين الإسرائيليين على منازل فلسطينية شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وقالت مصادر فلسطينية إن مئات المستوطنين هجموا المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم في منطقة وادي الحصين شرق مدينة الخليل بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي إضافة إلى وقوع أضرار بالمنازل أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين نشرت عزيزات أمنية كبيرة في مرسليا جنوب البلاد وذلك عقب اندلاع عمال عنف وشغب أوقف على أثرها حتى الآن 87 شخصا وكان عمدة مدينة مرسليا قد طلب إرسال قوات إضافية لإنفاذ القانون وذلك لمواجهة أعمال العنف والنهب التي وقعت في ثاني أكبر مدينة في فرنسا حيث وقعت اشتباكات مع الشرطة وتم نهب عدة متاجر وعلنت الحكومة الفرنسية نشر 45 ألف شرطي في أرجاء البلاد تحسبا لوقوع أعمال عنف جديدة